موسيقى في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية في مختلف المناطق الإيرانية احتشد المئات من أهالي مدينة سربل في محافظة كرمنشاه وذلك احتجاجا على زيارة المحافظ ورفع أهالي المدينة شعارات تعبر عن غضبهم ورفضهم لهذه الزيارة وهتف المحتجون في وجه المحافظ بهتافات تطالب بتغيير النظام وعملائه ما أجبر المحافظ على الهروب من المدينة وقد استمرت الاحتجاجات لساعات بعد خروج المحافظ وتحرك المحتجون بمسيرة نحو مقار المراكز الأمنية وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين كما طالبوا السلطات بالكشف عن مواقع سجنهم كان عشرات النواب الأوروبيين استخدام النظام الإيراني القوة ضد المتظاهرين وطالبوا الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين وشدد المشرعون الأوروبيون على ضرورة عدم السماح لنظام الولي الفقيه بممارسة سياسة القمع والاضطهاد ضد الشعب وتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وأعلن 197 نائباً أوروبياً في بيان صحفي مشترك الدعم الكامل لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي في البلاد من جهته وجه جيرارد دوبرا النائب في البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة أصدقاء إيران والوزير الفخري في الحكومة البلجيكية وجه رسالة تلفزيونية أكد فيها دعم حوالي 200 نائب في البرلمان الأوروبي لتطلعات الشعب الإيراني في إسقاط نظام الولي الفقيه وتحقيق التغيير الديمقراطي الذي يسعى إليه شعب إيران أنا سعيد جداً بأن أعلن جنباً إلى جنب مع العديد من زملائي في البرلمان الأوروبي عن إمضاء بيان مشترك لدعم الانتفاضة الأخيرة في إيران من أجل التغيير الديمقراطي ووقع هذا البيان قرابة 200 نائب في البرلمان من جميع الأحزاب السياسية بما فيهم رئيس البرلمان ورؤساء اللجان والهيئات الشعب الإيراني ولسي ما جيل الشباب والنساء قد ضاغوا ذرعاً من الحكم الثيقراطي ويطالبون بتغيير النظام نحن نؤمن بقوة أن حقوق الإنسان في إيران لا يمكن تهميشها أو أن تذهب ضحية الاعتبارات السياسية والتعاملات التجارية أو التوافق النووي ترجمة نانسي قنقر